السلام عليكم ورحمة الله الزلف اللون من قناة داتس مقون إنيسياتيف إلى جميع المشاهدين وإلى كل من يهتم بالتاريخ وكل من يهتم بالتاريخ الجنوب الشرقي تاريخ داتس مقون نحن في إطار سلسلة من الحلقات التي أودتها على قناة داتس مقون إنيسياتيف في إطار تعريف بتاريخ داتس الكبير هذه الحلقة تنولت من خلالها ملح تيلت كنمدج للتعايش السلمي بين الأهل واليهود وتنولت في الحلقات السابقة في بعض التقاليد والعادات كما تنولت الحياة السوسيو اقتصادية والحياة السوسيو اجتماعية كذلك وتنولت في بعض الحلقات كذلك التركيب الاجتماعي السكان إذن كما تنولت المجال الديني الآن في هذه الحلقة سنعرج إلى تحول سوسيو مجالي كبير جداً وهو هجرة اليهود من تيلت هذه هذه الهجرة بسلبيتها وإيجابيتها برعم أنها خلفت فراغان اقتصادياً في المنطقة يتمتل في مركز تيلت كما قال أو كمركز استراتيجي هام اقتصادي صلة وصل بين سجل ماشسا ومراكش وصحراء مركز استراتيجي يستقطب عدد من القبائل أو من القصور من أجل التبادل ومن أجل إنعاش الحياة الاقتصادية هذه الهجرة كذلك ستخلف فراغ على مستوى اختفاء بعض الحرف كالفضة والدباق على سبيل المثال ولكن على المستوى الإيجابي لا بد لا ننكر أن السكان تلمدوا أو أخذوا بعض الحرف من اليهود بالتالي كانت أنشطتهم هذه الاقتصادية تدر عليهم المعيش أو تساعدهم في الحياة اليومية إذن في هذه الفقرة سأتطرق إلى الهجرة هذه الهجرة التي حدثت سنة 1963 أي في فترة 60 من منطقة تيلة تيلة الشرق هذه الهجرة مرت عبر مرحلتين مرحلة الأولى كانت إرسال كل الممتلكات التي يملكها اليهود من جهدات المنزلية والمهنية كما أن هناك منبع ممتلكتهم للسكان بأتمان رخصة بعد ذلك غادروا المنطقة غادروا المنطقة لكنهم تاركين ورأوهم إرثا تاريخيا على مر العصر وكذلك نحدتهم التقافية والاجتماعية والاقتصادية كما لا ننسى كما قلت سابقا دورهم في توريت بعض المهن والحرف للأهل والسكان والتي لازلت إلى حد الآن مصدر العيش والرزق العديد منهم هذه هي هذا هو الإجمال هذا هو ما أريد قولها فكرة عامة عن الوضع بعد الهجرة وقبلها إذا في الحلقة القادمة من أجل استمرارية في النبش في هذا التاريخ يصرني ويسعدين أعرض عليكم الحياة الاجتماعية والسياسية في قصر تيليت والتي اتسمت بنوع منها الحكمة والرزانة وقوانين تنظيمية على شكل أعرف لابد أنها شكلت العمود الفقر لتسير جميع القصور في الجنوب الشرقي إذا شكرا على اهتمامكم وتحية لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة من أجل دعم هذه الأعمال ومن أجل التوتيق ومن أجل إعادة إحياء تاريخ هذا المنطقة العزيزة من بلادنا تحية الجميع وشكرا لكم أتمنى أن أكون قد وفيت ب عملي هذا للطنوير ومن أجل تبعد الأراء لكن تبقى تدخلاتكم وتعارقكم مهمة بالنسبة لنا من أجل تبادل المعلومات تحياتي لكم من قناة That's Good Initiative شكرا على كل من علق على الأشطة السابقة وكذلك كل من وجهنا من أجل إنجاح هذا العمل تحياتي شكرا لكم تحياتي